فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار إخوتي الكرام إلى الموطق ومساعدة القراءة خلف الإمام قال مالك عن ابن شهاب ابن شهاب تعلمون بأنه أمير مؤني في الحديث الظهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد هل قرأ معي أحد منكم فقال الرجل نعم يا رسول الله فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسم عبد الحمد بن مهدي عند أحمد وعبد الله بن خفافة عند ابن عبد البر وقتاب بن سعيد عند البخاري في القراءة خلف الإمام والنسائي والجوهري والشافعي المستشفق ومحمد الحسن الشاباني ومعين ابن إيسى عند التلمذي يقول قد أخبرنا محمد قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثني عبد العزيز بن محمد الواثق بالله قال حدثنا القاس بن زكريا المقرأ قال حدثنا حسن بن محمد زعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن مالك عبد بن شهاب عن عباد بن أكيمة عن ابن راية رد الله عن نبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال ابو الحسن لا أعلم واحدا نسمىه في حديث مالك لا في حديث ابن شهاب إلا في هذه الرواية ورواهament جماعة أصحاب ابن شهاب عنه عن ابن أكيمة عن ابن راية رد الله عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عمر لم يختلف رواة الموطة فيما علمت في هذا الحديث من أوله إلى آخيره وزاد فيه روح ابن عبادة عن مالك عن ابن شهاب أنه قال لا إقراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام وقد رواه بعض أصحاب الأوزاع عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جعل في موضع ابن أكيمة سعيد ابن المسيب وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث والحديث محفوظ لابن أكيمة ليس فيه سعيد المسيب وإنما دخلهم فيها عليها لأن ابن شاب كان يقول في هذا الحديث سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد ابن المسيب عن أبي رؤية الردلان الرضا فتوهم أنه لابن شاب عن سعيد المسيب وعن أبي رؤية الرضا ولا يختلف أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث لابن شاب عن ابن أكيمة عن أبي رؤية الردلان الرضا وأن ذكر سعيد ابن المسيب في هذا الإسناد خطأ لا شك عندهم فيه وإنما ذلك عندهم لأنه كان في مجلس سعيد ابن المسيب فاز وجه ذكر سعيد المسيب لأنه في الإسناد يا رب يا رب الله يأكل لكل إنسان لكن هذا المجالس هذه لآلة سمينة الله جعل يختار لها من يشاء والله المستعان وقال حدثنا أحمد محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسر قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيا قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن مسير قال سمعت أبا ورأي قال صلى الله رسول الله في صلات الصبح فلما فرغ من صلاتي قال هل قرأ منكم معي أحد قال الرجل نعم إن شاء الله أنا فقال إنني أقول ما بالي منازع القرآن وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن الصرح قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن مسير قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح فذكر مثله سواء إلى قول ما لي أنازع القرآن قال أبو داود قال مسدد في حديثه هذا قال سفيان قال معمر قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما جه رفيمي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي احتج به الألبنية على أنه لا يقرأ في الجهرية خلف الإمام قال من الصلاة في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو داود فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد من بينهم قال سفيان واتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس أنا رهن شرطك سيد أحمد إن شاء الله ما فيه من شكل وقال وقال أبو داود وراه عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوري ما لي أنازع القرآن قال رواه وراه الأوزاعي عن أبي هريرة قال فيه قال الزهري والتعظى المسلمون فلم يكون قرؤون معه فيما جهر به قال سمعته محمد بن إحا بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري قال أبو عمر وابن جريج قال أخبار المشهاب قال سمعته أن أكيمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك سواء إلى قول ما لي أنازع القرآن وراه معمر وأبو ويس ويونس بن يزيد الأهلي وأسامة من زيد عن الشهاب أنه سمع ابن أكيمة يحدث عن أبي هريرة بمثل حديث مالك وذلك أدري على ما قال محمد بن إحا الذهري أن قالوا فانتهى الناس هذا من كلام الزهري فانتهى الناس هذا من كلام الزهري يعني هو أيضا ليس موقوفا حتى هذا مقطوع وذكر عبد الرزاق المحمد بن زهري قال سمعت أنه كيمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جهرا صلاة جهرا فجهر فيها بالقراءة ثم أقبل الناس بعدما سلم فقال هل قرأ معي أحد منكم قال نعم قال إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس على القراءة مع رسول الله هذا يعني بعض الطرق التي جاءت من هذا الحديث وحديث من أكيمة عن أبي راية رجل الله عنه وارضاء الحديث فيه عدم القراءة خلف الإمام هذه المسألة كما قلنا بأنها فيها أقل ثلاثة أما الإمام أبو حنيفة فهو بيقول أنه القراءة سرية أو جهرية إمام منفرد أنها واجب ليس تركني في الصلاة فلذلك يقول المأموم في السرية والجهرية لا يقرأ ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة المؤمن قراءة له وهذا حيث ضعيف سأجيبك يا أحمد انتظر وهذا القول الأول القول الثاني هو قول الشفعية لابد وجوبا يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة سواء كان مع الإمام خلف الإمام أو كان منفردا أو كان إمام يقرأ الفاتحة لعموم قول الله تعالى لصلاة المؤمن يقرأ بهم الكتاب ولعموم قول الله تعالى لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وأيضا يعني بعموم قول بعموم قول النبي السلام من 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 قرأ قراءة لما يقرأ فيها بأم من صلى صلاة لما يقرأ فيها بأم الكتاب فيا خداج 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 يا كريم اذهب للمشرفين يعطونك يعطونك رقما يا كريم أتشرف بك والحنبلة والملكية الملكية يرون بأن القراءة خف الإمام في السرية واجبة وأما القراءة خف الإمام في الجهرية إذا قرأ لا يقرأ وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة جدا من حديث الباب بأنه كان يصلي للمسلم فقال ما لي أنازع القراءة من قرأ خلفي فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قلت ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس انتهى الناس قالوا موقوف عن أبي هريرة وسيح أن انتهى الناس هذه كانت من كلام الزهري وليس من كلام أبي هريرة واستدلوا على ذلك بأن الله قال فإذا قل فاستمعوا له وأنصطوا وقال أيضا قال المموم عليه وجوبا الإنصاط واستدلوا على ذلك بحديث قراءة الإمام قراءة الإمام قراءة الإمام قراءة الإمام والصحيح في كل هذا بأن بأن كلام الشفائية هو الأسد هو الأصح وأن القراءة القراءة خلف الإمام تكون بفاتحة الكتاب فقط قالوا بأن الله جعل قال فإذا قرأت القرآن فاستمع وإذا قرأت القرآن فاستمع له وانصطه فينصط وما يقرأ وقول الزهري انتهى الناس عن القراءة أجاب الشفائية بذلك أن قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستمع له وانصطه عام مخصوص بالفتح لأنه قال ما لي أنازع القرآن قال أنا قرأت بسبح قال لا تفعل إلا بأم الكتاب يبقى كان قال اقرأ بأم الكتاب لأنه ما يمكن يعني أن تقرأ بأم الكتاب قال قال اقرأ بأم الكتاب ويعضده أن النفس الم قال أن صلات لم يقرأ فيه أم الكتاب لا تصح لا صلات من لم يقرأ بأم الكتاب أمين أنت محسودة أيضا شفك الله عفاك أحسن الله عليك وراجح من القول الثلاثة هو قول الشفائية وأنه يقرأ بفتحة الكتاب في السرية والجهرية للإمام والمنفرد والمأموم يعني المأموم لو سمع الإمام يقرأ ولم يكن قرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة ثم يصمت ويستمع وينصد لكن لا بد أن يقرأ بالفاتحة بفاتحة الكتاب وهذا راجح صحيح نعم يا أحمد محمد إذا تقدم وكانت طيبة دينة فالدين أولى لك وأن تحظى بها لكن إن وجدت نفسك لا تستطيع يعني أن تقبل لأنه القبول مهم فاعتزل لها بأدب وبلطف وانسح محمود الله يكرم خذ كل الأرقام التي تستطيع أن تصل إلي فيها وحاول أن تصل إلي فيها حتى لو اتصال وأنا بأتصل فيك رضي الله عنك الفوائد المستنبطة إعمالوا الكلام أولى من إهماله أن تحمل العام على التخصيص خيلوا لك من أن تهمل الخاص كليتا معرفة المدرج بجمع الروايات معرفة المدرج من غيري بجمع الروايات الله يديك أكبر أنت متعهد من الدنيا كلها من عليه حفظك رب بإقتفال أثر حسن الله عليك ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخي النبي للخلق والضاحى المحيا شكرا للم ترجمة نانسي قنقر